اشتركوا في القناة وطبعا مش انا مش عارف اشرح حاجة انا عارف اخر اشرح اقتصاد صحة طبعا استحالة اول حاجة بتقول 3 اعوان من الانجازات لمشروع التأمين الصحي 13 مليون خدمة طبية طيب 13 مليون خدمة طبية حصلوا ازاي الاول نقول ايه خدمة طبية الخدمة طبية بتبدأ من اول زي ما اتفقنا المرحلة الاولى الخدمات المقدمة داخل الوحدة والمركز طب الاسرة اللي هي المرحلة الاولى حال مرورا بيه عيادات المستشفيات مرورا بالمعامل بالاشعات احنا بوصل عندنا دلوقتي معامل واشعات احنا الرانين بيتعامل في القطاع الحكومي خلاص يعني بيس اوف كيك زي ما بنقول خلاص كده مش مضطر ان انا اخب بعض واروح واحجز في مكان بعيد عشان اروح اعمل رانين لا خلاص احنا الاشع المقطعية والرانين بكامل الهيئته موجود خلاص معامل كل المعامل اللي في الدنيا موجودة وزي ما اتفقنا بعض الحاجات اللي نقصة اللي هي الخمسة في المية بستعين بالهيئة التانية رقم اتنين عشان توفرها لي في حاجة موجودة حوالي وهي فكرة التكامل ان احنا لازم كلنا جوه كل محافظة هنتكامل عشان نقدم الخدمة للمنتفع بالتأمين الصحي الشامل ان المية في المية يوصلوا له طيب ال13 مليون دول عبارة عن ايه 7 مليون خدمة في بورسعيد لان بورسعيد كانت النواة وهي المحافظة رقم واحد واكتر من 3 مليون في محافظة الأقصر وهي المحافظة رقم اتنين واكتر من 3 مليون في محافظة اللي اسمع علي دول ال13 مليون خدمة طبية اللي قدمناهم في 156 منشاء طبية دول تابعين لهيئة العام رعاية الصحي حلوة قوي تعال ناخد اللي بعدها يلا سلايد اللي بعدها بتقول 19 مستشفى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظات التلاتة اللي هم بورسعيد ولقصر والاسمع علي احنا دخلنا جنوب سينة كمان دخلنا جنوب سينة مؤخرا دخلنا مستشفيتين وهي مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى رأس فدر والمستشفيتين دول حضرتك عارف ان احنا ان شاء الله بإذن الله مصر هتستضيف مؤتمر المناخ وده هتبع حاجة يعني ان شاء الله بإذن الله يعني قوية جدا والقيادة السياسية مهتمة جدا جدا بمحافظة جنوب سينة ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه منظومة صحية ان شاء الله يعني لما هتيجوا وتشوفوا هتبقى حاجة قوية جدا يعني هتشرف مصر بإذن الله ان شاء الله جدا طيب تعالوا نشوف اللي بعد انا عجبني برده السطر بتاع الجودة العالمية ده مهمة احنا قلناها احنا قلنا في حاجتين احنا قلنا احنا بنقدمه وفيه هيئة بترقب عليه يعني انا مش بس بقدمه وانا بقول كده انا بقدمه وخلصنا عليك وخلصت واتبان سنة وسنتين هيقع حضرك عارف ان اي حاجة وذوت سوبرفيجن او بدون رقابة هتنهار احنا بنرقب من نفسنا بطرق معينة لو فيه وقت ان شاء الله نشرحها على الهوى وفيه هيئة تانية ملهاش علاقة بيه بتيم مختلف برئاسة برئاسة هيئة مختلف بمجلس دارة مختلف بترقب على الجودة اللي احنا بنقدمها بعد ما بتسجل وتعتمد المنشأة الطبية فالنظام تم حوكمته ان احنا نفضل او نمنتين نقدم الخدمة بطريقة محترمة وبجودة عالية وحنحنحطين معايير على مية حلو قوي نقولها مع بعض بعد مية خمسة وتمانين الف عملية تروحتوا فيه اللي فاتت ملحق نهاج دي مية خمسة وتمانين الف عملية تم اجراءهم حقيقة وكلهم تحت تغطية هما دول تحت تغطية مظلة التأمين الصحي الشامل في 19 مستشفى وزي ما كنا بنقول هما 300 جنيه اخرنا احنا شوف اتفقنا وضربنا مثال احنا ممكن من اول العملية الصغيرة لغاية العملية اللي بتكلف مليون جنيه لن يتكبد منتفع التأمين الصحي اكتر من 300 جنيه في المرة دي اللي دخل يعمل فيها هذه العملية بأي ان كان تكلفتها يعني لقدر الله ادخل عملية بفحوصاتها وتحليلها واشعاتها والعملية ذاتها والحاجات اللي هي والاقامة ولو دخل رعاية والمستلزمات كل حاجة كل حاجة فتكلفت مثلا مليون جنيه هو هيدفع 300 جنيه طب بعد ما مروح الدكتور بيكتب لي روشتة يقول يدوم على دا المدة شهر وكاده بتجيلي استشارة هيخدها هو في القوضة قبل ما يلم حاجته ويمشي ياخد الدواء بتاعه الدواء بتاعه مكتوب اسبوع عشر تيام اسبوعين ايا كان الوقت اللي مكتوب له لغاية اعادة المتابعة هذيك عارف بعد ما بيعمل عملية فيه متابعة بعديها ايا كان الموعد بياخد هذا الالاج المدة كلها لغاية لما يرجع لنا تاني بالسلامة في المتابعة يرجع في المتابعة برضو ما بدفعش انا ما حبش اه طيب تعالونا خد اللي بعدها ايوا خمسة وستة من عشر مليون خدمة طب اسرة كنت بتقول لي عليها بقى بزرطة كده واحدة طب الاسرة واحدة طب الاسرة ومركز طب الاسرة كل الخدمات اللي موجودة تفقيف صحي النساء الاطفال اه فيه بنعمل بقى المبادرات الرئاسية وبعض المبادرات اللي بتفيد الصحة العامة مبادرة الكشف عن اطفال المدارس كل اطفال المدارس بنعملهم كشف من زي ما بقولوا من الابرة للصاروخ كل حاجة تحليل كشفات اسنان ليه لو فيه اي حاجة بدري نلحقها طبعا مش لازم استنى لما المواطن بتاعي او الطفل بتاعي او الطفل بتاعي بالمستقبل طبعا لو انا بدأت بيه خلاص انا اتطمنت على المستقبل اه لحد كبير صح طب لو انا اللي حقته هو صغير وانا كده كده مغطي هنعمل تغطيل تلت محافظات ايه واربعة دلوقتي وان شاء الله اخر السنة هيبقوا ستة وهكذا وهنبدأ نجلي ان شاء الله بإذن الله في المشروع طب لو انا بدأت من سن الاطفال ما خلاص ما هو هحميه وهو كبير من مشاكل اكتر دلن وهو جنين في بطنه ممتو ده ده طبعا ده بقى متابعة النساء رضو عليك ده بنسميها الانتي نيتا الكير ده بقى من اول ما تحصل الولادة وتبدأ تتابع مع الدكتورة او الدكتور اللي في مركز طب الأسرة اللي هم عارفين بعض بتتابع معها بمواعيد دورية ده كمان لو تعبانة بيروح فريق لغاية المنزل يتابعها الحاجات دي مش أحلام وانت وعديني هتيجي معايا يعني لو الام تعبانة شويتين ومش قادرة تنزل الفريق بيروح له ايوة الدكتور او الدكتورة بيروحوا معاها حد من مساعدين والمبادرات بتاعتنا بتتعمل كده ان احنا بنوصل لغاية البيوت وبنوصل لغاية النوادي بالزمة ده عندنا في مصر بالزمة بالزمة انا بزمين مكدب جد عندنا طب مش انت وعدتني في الفاصل هنطلع مع بعضه هنشوف ماشي اللي بعده ده الكلام حلو قوي يعني اهو ده بقى ياليل طول فعل مية وعشرين الف عملية دول بقى اللي هم ايه عملية فائقة الدقة من المية خمسة وتمانين اللي احنا اتفانع عليهم من شوية من المية خمسة وتمانين مية وعشرين اللي هم جراحات متخصصة يعني احنا عندنا خمسة وستين الف عملية دول اللي هي الجراحات العامة او الحاجات اللي هي تخصص جراحة طبعا وفيه دقة طبعا أساتذتنا في الجراحة واستشارين جراحة ولكن مية وعشرين الف عملية دول التخصصات بتاعتهم دقيقة والعبات بتاعتهم دقيقة بقى زل أسطرة مخ الزبط كده الأسطر المعينة الطريقة معينة في القلب وهكذا دي مية وعشرين من المية خمسة وتمانين الف خش على بعضه ده الموضوع بيزدنا إبهارا كل ما بنا استحداث العديد من حزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية الجديد المنتفين بالمنظومة يعني استحداث حزم خدمات العلاجية حزم خدمات العلاجية يعني زي ما احنا قلنا كده ببساطة عشان الناس ممكن ما تبقاش فاهم يعني حزم خدمات العلاجية الخدمة العلاجية اللي هي نوع العلاج أو خطة العلاج طيب فيه ناس دلوقتي ما كانتش في القطاع الحكومي تقدر تعمل أسطرة متقدمة تغيير شرايين دعمات دوائية بطريقة معينة تغيير صمامات عن طريق فتحة صغيرة جدا مش شق القلب المفتوح اللي احنا كلنا نعرف لازم تفتح كده لا فيه عمليات دلوقتي بطريقة حديثة جدا طيب دهنا كانش موجود في القطاع الحكومي زي ما قلنا احنا الدنيا بتتطور فلازم احنا كمنظومة جديدة نتطور فبدأنا نستقطب أفضل أسادزة واستشاريين بيعملوا الحاجات الحديثة وبدأنا نجيب لهم المستلزمات والأدوات اللي هما محتاجينها حيل فبدأنا نوفر بيئة كويسة جدا ودايما حديك عارف زي ما حديك قاعد دلوقتي استوديو هادي شكله جميل ايوه حضرتك بتاخد المرتب اللي انت عايزه فالدكتور يعني اتمنى اتمنى اخد المرتب البحر اللي انبي ده أنا اتمنى يعني منكرش طيب احنا مرتب حيل فالطبيب بقى بيشتغل في بيئة آمنة بقى الى حد كبير جدا بيلاقي كل مستلزماته وكل الأدوات اللي هو محتاجها بياخد مرتب الى حد ما عادل حلو فبدأ تبقى المنظومة كلها متكاملة عشان يقدم الخدمة حلو فبدأت يبقى فاضل ايه بس؟ مهرته طبعا فاستقطبنا أمهر وأشتر الناس في التخصصات دي ها فبدأنا نقول ايه ان احنا استحدثنا جوه المنظومة والقطاع الحكومي حزم خدمات لم تكن موجودة او كانت موجودة بس الليفل معين احنا لقى عدينا هذا الليفل وبدأنا ناخد كل الخدمات اللي موجودة تقريبا في القطاع الخاص او بر السؤال بتاع حضرتك من شواء يعني ساعات انا مش عايز اطول قوي عشان عايز ااخد كله بس ساعات كده يقولك العملية دي احسن حد بيعملها وبمنتهى الدقة الاستاذ الدكتور فلان الفلاني بس هو خلاص يعني الرجل مثلا ممكن يكون عنده المستشفى بتاعته او بيحضر في عياته ويروح يجري عمليات في مستشفى معينة عمدين اذا نقدر نتكلم معاه ونقوله بعد اذنك احنا عايز ديك تجري العملية جي عندنا عمدين احنا نظام التعاقد مع الاسادزة والاستشاريين الامهر في تخصصاتهم مسموح لنا ان احنا نتعاقد بنظام عدد ساعات معينة يتواجد جوه المستشفى او نظام الحالة بعض الاسادزة زي ما حقاك قلت هما فيجرز قلنا نتفق ان الناس دي فيجرز في اماكنها ووقتو مهم دكتور عادل امام دكتور مجدي عقوب واكذا طبعا الناس دي بتيجي تشتغل الحالة اللي هي محدش غيره بيعملها او لو هو قال لنا انا فيه فلان الفلاني ارشحه يبقى هو بيعمل العملية دي او بيعمل القسطرة دي او هذا النوع من العمليات بنفس الطريقة بنفس الجودة خلاص ترشيح السير مجدي عقوب مثلا زي ما حقاك ترابط او اي حد من اسادزتنا او الاستشارين ترشيحوا لينا بمثابة ثقة خلاص وبالتالي خلاص انا هجيب فلان الفلاني هيعملي الحالة دي خلاص انا مبسوط ان الخدمة عملت عندي جوه المستشفى جميل وبقى عندي فجر الناس وثقة فيه والناس عارفاه هو اللي جي فانا كسبت انا ده زي ما يقوله وين وين ستواشن صح انا كسبان الكل كسبان الكل كسبان العيان بتاعي اللي انا نفسي اعمله العملية عندي ما يطلعش برا وفي نفس الوقت الفجر بقى اسمه اتاتشد معايا طبعا زي ما احنا في مستشفى النصر السير مجدي عقوب هو اللي كون لنا وحدة القلب حضرك عائل صحيح وحاكي اللي بيحصل هناك بالتين بتاع الدكتور مجدي ما شاء الله ما شاء الله طيب بعيد اخد اللي بعد يجب اقول لكم بيزيد ابهارا تعالوا منشوف بعد الاستحداث ايوة حلو اكتر من خمسة مليون مواطن بالفعل تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشمل في المحافظات بتاعة المرحلة الاولى بورسعيد لقصور اسماعيلية اسوان السويس جنوب سينة خدت بالك من حاجة جنوب سينة لا اسوان والسويس ما دخلوش خدت بالك من اللي هقوله اسوان والسويس ما دخلوش ولكن الناس سجلت فيهم ليه عشان سمعوا من التلاتة اه الناس بدأ انت سجل فعله تقفعت المرحلة ان الناس سجلت لا ده ارقام كبيرة ده احنا كسرين الـ 70 وال80% في التسجيل في المحافظتين اللي ما فيهمش اللي ما فيهمش اللي هم اصلاب مش جوه المرحلة دي لا هم في المرحلة الاولى بس لسه ما دخلناهمش في خلال الاربع خمس سور اللي جايين بإذن الله فاحنا بنتكلم ان فقت الناس بدأت لما سمعت الورد اف موث بقى هي دي الناس سمعت بدأت تسدق ان التلات محافظات دي الناس ما بقيتش بتخرج براهم الناس بتاخد خدمة كويسة فبدأت الناس تسجل عشان اول ما تدخل هيئة رعاية الصحية وتبدأ تقدم خدمات منظومة تعميم صحي الشامل يبقى الناس دي مسجلة قريدي مايبقاش لسه هيبدأ يسجل من الاول فاصبح فيه ثقة ومصدقية هي دي وهو على فكرة المحافظتين دول اكتر محافظتين احنا فرحانين بيهم طبعا جنوب سيناء دخلت خلاص بس قبل ما تدخل كان نسبة التسجيل فيها معدية 80% قبل ما ندخل حلو نقصة بتخلينا احنا بنبقى فرحانين وده اللي بيخلينا نكمل يعني احنا ممكن نكون بنتعب بس كله عشان خطر في الاخر عينين وفي الاخر الارقام دي بقى طب احنا هم تقريبا كم مليون اللي المفروض يسجله في 6 محافظات حوالي 6 مليون فاحنا اكتر من 5 مليون يعني كسرنا 80% من اللي المفروض يسجله على مستوى الـ 6 محافظات طبعا عمليان وصل لحوالي 85% تقريب طيب تعالوا ناخد اللي بعدها يا جماعة 104 منشاقة معتمدة هسأل معتمدة من مين ومسجلة بربع محافظات للتأمين الصحي الشامل منهم 60 منشاقة مسجلة 44 منشاقة صحية معتمدة برضو هسأل حكاية معتمدة وفقا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميا من منظمة الأسكوا الأسكوا هما الأول 104 منشاقة تم تسجيلهم واعتمدهم زي ما اتفقنا في أول الحلقة الناس اللي فاتتهم من المقدمة بتاعتنا إن احنا الهيئة رقم 3 في منظومة التأمين الصحي الشامل بتسجل وتعتمد المنشاقة الطبية بمعايير تم الاتفاق عليها قوميا يعني جوه البلد من ناس كلهم بتوع جودة وناس بترائب منشاقات صحية من سنين السنين وبالتالي هما اشتغلوا بقى في الجي سي آي فبعض الحاجات اللي هي بتقدم الاعتماد في مستشفات بره حزر اتعملت الهيئة دي من كل الخبرات دي وبقت اسمها هيئة الاعتماد والرقابة بتعتمد وتسجل المنشاقات وبعد كده ترائب عليها خلينا نركن الرقابة على جنب دلوقتي عشان هما بنتكلم في التسجيل والاعتماد طب هيئة الاعتماد دي بتعمل ايه حطت معايير تم الاتفاق عليها في مصر راح اتمقدمها هذه المعايير لمنظمة الصحة العالمية لمنظمة الاسكوا العالمية اللي هي بتعتمد معايير الجودة في المنشآت الطبية حلو حلو كده خدوا ابروفل ان انتو المعايير اللي انتو حطينها دي تتفق معانا تتفق معانا وبالتالي بقتوا معتمدين من عندنا فبقت المعايير اللي محطوطة في هيئة الاعتماد والرقابة معترف بيها قوميا وعالميا فينزل التيم بتاع هيئة الاعتماد والرقابة للمنشآت الطبية رقم واحد يبدأ يجيب التشيكليست بتاعته المعايير من اول فرض الامن لغاية المخسلة والتعقيم والمطبخ حلو ويبدأ ياخد التشيكليست بتاعته دي اللي هي ورق كتير جدا وهو معايير ويبدأ يرائب على مدار 3 او 4 او 5 ايام يفضل قعد معانا 3 او 4 او 5 ايام بيرائب الخدمة كلها من ساعة ما العين يدخل من عند فرض الامن برا لغاية هو خارج حلو ملفات طبية نظافة تعقيم مستلزمات نظام العمليات كل حاجة حلو يخلص يحط سكور ويقول المستشفى دي تم تسجيلها او تم اعتمادها حسب ما احنا التقديم بتاع المستشفى في التسجيل والاعتماد فوصلنا ان احنا الحمد لله بقى فيه 60 منشآة مسجلة واربعة واربعين منشآة معتمدين منه والستين دول بيبقى الخطوة اللي بعديها الاعتماد الزبط التسجيل دي المرحلة الاولى بتبقى شروطها اقل شوية المرحلة اللي بعديها الاعتماد اللي هي تم الموفق عليها من الاسكوا وحاجة عالمية وانا عرفت الكاتالوج خلاص فكده الطريق بقى اسهل يعني انا كده عندي معايير في اربعة واربعين منشآة زي زي بلاد برا بالزبط بالزبط خش على اللي بعده اعوض سكوتش شغالني ايوا كده اكتر من اربعة مليون ملف طبي الالكتروني ايوا للانتفاع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الثلاث محافظات الرئاسيين او الاول بورسعيد ولقصور واسماعلي يعني ايه الملف الطبي الالكتروني ده اللي احنا قلناه من شوية ان انا Electronic Medical Record ان انا الملف الطبي اقدر اشوفه في كل حت بالزبط شبك اه فمحمد يوسف اللي هم ملف طبي جوه المنشآة الطبية رقم واحد انا عن طريق Electronic Medical Record ان انا حضرتك الملف بتاعك لو رحت المستشفى X وعديها مستشفى Y كل ما هو تاريخ طبي او مرضي او علاج او عمليات تم نقله طيب جوه المستشفى نفسها كمان بقى فيه سيستم ان انا اقدر اشوف فايل العيان كله في كل الاقسام يعني في اسم الطوارق ممكن بعد كده في العيادات الاول في اسم الطوارق في الاسم الدخلي في اسم الرعاية المركزة وهكذا مفيش بقى اللي هو هننزل لجيب ملف من تحت هننزل ندور على الملف من تحت اه اه نجيب الورقة اه نجيب الورقة قاعدة انا قدامي الكمبيوتر وخش على السيستم اسم العيان والكود بتاعه اللي هو بنسميه patient identification number او رقم بتاع العيان الكود بتاعه هيتطلع على الملف بتاعه هشوفه وابدأ اشوف اللي انا محتاجه من جوه الملف حلو جدا التالي حلو التالي دي هنزل طيب ثلاث محافظات محافظات المرحلة الاولى بيتخطى المسجلين فيها حاجز المليون مواطن اسمعاليا لقصر اسوان بس دي احنا اشارنا لها بالفعل اشارنا لها بس برضو عايزك تاخد بالك من اسوان ايوة زي ما قولنا في المرة لك اسمعاك اوي طيب اللي بعد يا جبعة ايوة بقى مايكانت 100% من خدمات وحدات ومراكز صحة الاسرة بمحافظات برسعيد والاسماعيلية والاقصر مايكانت الخدمة يعني ايه مايكانت الخدمة نهاية تبقى الكترونيك انها زي ما اتفقنا كده من شوية الملف الالكتروني الملف الالكتروني والخدمات كلها تبقى مميكانة طب ليه احنا ما كتبناش هنا والمستشفيات عشان احنا ما نقولش معلومة خاطئة لان احنا لسه المستشفيات ما وصلتش مية في المية اوكي اجزاء منها كبيرة جدا وطبعا ده حاجة صعبة ان انت تميكن لكن وحداتهم لاكز طب الاسرة 100% مية في المية اللي قلنا البرائماري الحمد لله دي خلاص الحمد لله المستشفيات جاري العمل عليه اه وصلنا لنسب كبيرة جدا الحمد لله بس هنعملها في الحلقة الجاي اوكي يا رب يلا بينا اللي بعد الانتهاء من اعمال الميكانة والتحول الرقمي داخل 117 منشاقة طبية في محافظات باردو بورسعيد ولقصر والاسماعيلية نفس اللي احنا اتفقنا عليه اللي هم الوحدات والمراكز كلها انتهى فيها الحمد لله اعمال الميكانة والمستشفيات برسنتج جبيرة جدا فيها فالمية وسبعتاشر دول هم كلهم اللي هاي المراكز اللي احنا قلنا عليها ودول بيغطوا ثلاث محافظات بالكامل بالكامل مفيش شبر مش متغطل زبا آتيني بما هو بعد رضاء المنتفعين هو اهم مؤشر لقياس نسبة رضاء المتعملين مع الخدمات نسبة الرضاء 91% طيب نقولها بقى اه المنظومة فكرت احنا ازاي طيب اشوف رضاء الناس اولا صعب جدا نردي الناس اكيد سنيا في حاجة مجربل وحاجة نوت مجربل اه يعني انت دارس بقى وفاهم الكلام ده طبعا على قدي اللي ازاي الخدمة غير المنتج اه المنتج اعرف ايشه صح انا هعرف كفاءة المنتج ده اشتريت موبايل اشتريت عربية اعرف ايش كفاءة المنتج اه انما الخدمة كل بنا ادم ممكن يتلقى الخدمة ببرسبشن او بطريقة مختلفة عن الاخر ايه وبالتالي يبقى انا الخدمة دي عشان اتأكد ان هي وصلت لناس كتير لازم بقليها مراحل ورائبها كويس لو الدكتور مش مبتسم في وشي فانا هروح شكرا اه هي بالزبط كده مع انه ممكن يكون هيا دي بتسامته بس انا مش مش حاسش مش اه مقاير اه هو شكله متغير من ناحيتي ومش متغير من ناحيتك ولا حاجة فالخدمة دايما صعوبتها في قياسها ان انت ازاي تقيس الخدمة فبدأنا نفكر اتعمل اول حاجة اسمها رضاء المنتفعين حلو ادارة ادارة عامة فيها فريق كبير جدا انا دايما بقول لهم يعني انتوا الوحوش والزاي ما بقولوا حقة الصد بتاعنا اعم لان وحقة الصد لان هو اللي بياخد العيان في الpatient journey او رحلة المريح من اول ما يدخل من عند فرض الامن صحيح لغاية لما يستلم موظف الريسابشن هو يتوجه سواء استقبال طوارئ ايادات اسم دخلي رعاية مركزة عمليات من اول ما يدخل من باب المستشفى لغاية وهو خارج في واحد مسؤول عن الجيرني دي او الرحلة بتاعت العيان جوه المستشفى اسمه دكتور او موظف او اي حاجة من فريق رضاء المنتفعين بيرائب الرحلة دي بيعمل استبيان قبل وبعد كل خطو استبيان في الاول واستبيان في الاخر ولو في خدمة او حاجة حس بيها زي ما حاجة قلت كده انا دلوقتي حس الدكتور ده عاملني واحش يا دكتور ودكتور ده المنتفعين يبدأ يتكلم معاه طب ايه اللي حصل حكيلي ويبدأ يحل المشكلة دي فبقت المشاكل اولا بتتحل اول باول بقى انا بنقيم الخدمة في خطوات وراء بعضها فما بقاش بيحصل عندك ميسليدينج او يعني ان انت بتفقد هي حتة ان انت تتقيم الخدمة فبدأت خطوات تبقى اقرب كل خطوة بتتقيم لوحدها وبنحاول نردي او نصلح الخطوة اللي قابليها لو كانت مش عاجبة المنتفع لو هو عنده حق فيها لازم اتتصلح تمام وبالتالي وصلت ان هي بقت ادارة عامة كبيرة جدا كل منشاقة طبية في هذه الادارة طب هو نسبة الرضا عموما في الدنيا يعني او في البلاد اللي هي المتقدمة يعني بتبقى كم في المية من 90 ل94 من 90 ل94 فاحنا ان رينج زي ما بتقال كده فرائط التحليل الزبط كده طيق شفت انا هوا راسلي تحليل لبعدو يا جبعة ايوة دي بقى اسمها كونكت كير ايوة ماشي اول منصة تفاعلية رقمية اطلقتها الهيئة بين اعضاء المهن الطبية بالهيئة وفرعها ومنشآتها تسم في تبادل لا اشرح لي الموضوع كده بيكبر من ممكن الخصها يعني عشان لو الناس كونكت كير هي شبه الفيسبوك بتاعنا يعني ايه يعني احنا عملنا فيسبوك تقريبا حيلا خاص بينا في كل حاجة تبادل المعلومات والخبرات كل حاجة حدك شفت بقى احنا فيه في اقليم القناة وفيه في الصعيد وفيه كذا ما كان وفي جنوب سينا دلوقتي فاحنا كل ده بقى انا عايزين نربطه في منصة يعني تسهل على الناس اللي موجودة تتواصل مع بعضها طبيا معارفيا تتواصل حتى في بعض الحاجات الاجتماعية لو فيه ايفنت جوه الهيئة مؤتمر حدث علمي او حدث فيه حاجة نبدأ كلنا نتشارك فيها فالتفاعل والمشاركة دي في الاخر خالص بتخدم المستفيد بالزبط بالزبط كده انت المنصة دي قربت الناس كلها مع بعضها قربت الفروع من بعضها بقينا نقدر نتكلم الدكاترة بقيت بتعرف بعض بقيت حتى بتسهل علينا الخطوات اللي بعد كده طبعا لو انا فيه دكاترة هتنتقل من محافظة لمحافظة الدكاترة اللي عندهم مشكلة بعض الناس اللي عندهم مشاكل تبعت لنا وتبدأ المنصة دي تتفاعل بصفة دائمة حلو جيد تعالي ناخد اللي بعدها اول مستشفى افتراضي يرتبط بالعيادات المتنقلة مع مستشفى افتراضي دي بقى دي كتئة جديدة طيب وموجودة في اماكن التجمعات البدوية لخدمة اهلينا في جنوب السيد لا اشرح لدي طيب نقول بقى بيرتشوال هاوسبتل او المستشفى الافتراضي اوكي هي احنا احنا قريدي عندنا دلوقتي التطبيب عن بعض طبعا حضرتك فهمه كويس هنقوله بسرعة للناس ان احنا في بعض الاحيان يبقى فيه مستشفى الخدمة اللي فيها محتاجة استاذ كبير زي ما اتفقنا من شوية هذا الاستاذ الكبير او الاستشاري موجود في مستشفى تانية تابعة لنا او تخصصين واحد موجود هنا واحد موجود هنا فبدل المعود انقل العيان للمستشفى لففه وعده لففه يعني او الدكاترة الاثنين ينفقوا وقت طويل لحد ما يديني دا يروحنا ودا يروحنا طب ما انا خلاص انا الاستشاري موجود في هذه المستشفى واستشاري التخصص التاني موجود في هذه المستشفى فانا اقدر دلوقتي ان انا عن طريق جهاز معين اللي هو التالي ميديسن او التطبيب عن بعض ان انا اعمل زي فيديو كونفرنس الطبيب اللي موجود مع الحالة يعرض على الاستشاري او الاستاذ اللي في التخصص الاخر حلو يعرض عليه الحالة وبالتالي يقدر يجاوبوا ونبدأ ننفذ التعليمات وبالتالي بياخد الخدمة بأسرع وقت وبيحصل تبادل الخبرة أو تبادل الرأي في أسرع وقت في لحظتها طب ليه جانوب سينة؟ لأن جانوب سينة حداك عارف أنها مدعوية طبعا من مساحة كبيرة وعند تجمعات بدوية واسعة حلوة أول طيب إطلاق 35 مبادرة صحية دي آخر حاجة معنا توعاوية منذ إطلاق المنظومة في بورسعيد في يوليو 2019 واصبح فيه عندي مسادة منها نسبة 100% فيه إيه ده صحيتك سروتك ممكن نجابها تاني بعد إذنكم؟ صحيتك سروتك هتقولنا صحيتك سروتك بعد كده عندنا السياحة العلاجية نقولهم مع بعض طيب صحيتك سروتك دي كانت أول مبادرة للرجال إحنا أنت عارف أن مبادرات الرئيس كانت كلها دايما بتهتم بالمواطن أو الستات هم طبعا يعني حظوهم أحسن مننا في المبادرات هم مجدع مننا آه فإحنا قلنا طب ما نبدأ ندي الرجل أولويه بالذات في الصعيد بدأنا بالصعيد وقلنا هنعمل صحيتك سروتك لأمراض البروستات حلو أنا كنت شاهد الحمد لله عزيزي المبادرة تعمل 10,000 تحليل وكشف لأمراض البروستاتة في الأقصر والحمد لله كانت من أنجح المبادرات اللي اتعملت دي واحدة من المبادرات فعلا اللي أنا ببقى فخور أن أنا كنت مشارك فيها طيب مرعات في مصر دي مبادرة دي مبادرة للسياحة العلاجية زي ما احنا قلنا كده سريعا اللي احنا عندنا في اللقصر وعندنا في جنوب سينة مستشفيتنا ومنشأتنا الطبية طب المكانين دولا عايزة استفيد بيهم حلو فبدأنا نستفيد بيهم أن احنا نستقدب الأجانب في التخصصات اللي عندهم نوت كافرد بالتأمين يعني عندهم مش متغطية بالتأمين أيوة فدي مهمة فهيدفع فيها فلو أنا مش هجيب الأجانب فييجي ينورني هنا فييجي هنا وابدأ أنا هاخد بالي منه بالزبط كده ويدفع ويدفع أهم حاجة يحط يورو ودولار دكتور محمد نورتنا وشرفتنا بص هو الوقت جاري بينا حبتين بس احنا على وعد واتفقنا ان شاء الله ان شاء الله هتلاقييني مبيتلك في الإسماعيلية هناخد وقت أكتر وبرحتنا ونتفرج على صرح من صروح المنشأة في محافظة الإسماعيلية ما أنا اتركت عليه في التلفزيون وكأن أجنابي يعني فلازم يجي فنورتنا وشرفتنا أولا شكرا ليك شكرا لكل الناس اللي بتشتغل معاكم في المنظومة بفراعها التلاتة وبإذن الله إلى لقاء مرتقب عندكم بقى في الإسماعيلية تنورنا ألف ألف شكر ليك شكرا ليك أنا محسوظة ان أنا كنت معاكم ده احنا اللي اتشرفنا وألف شكر مرة تانية وده بيحصل هنا في جمهورية مصر العربية عزيزي دي الجمهورية الجديدة سلامات اشتركوا في القناة